والله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نكمل في شرح العقيدة التحاوية الدر البهية مع الحاشية للكيفونية نكمل في شرح العقيدة التحاوية عقيدة الإمام التحاوي هي العقيدة التي اتفقت عليها الأمة عبر قرون عديدة من ألف ومئة سنة حتى المشبهة ما استطاعوا أن يطعنوا بها ظاهرا لكن ضمنا وباطنا نعم تحريفا وتدليسا نعم أما بالقول ما استطاعوا أن يطعنوا لأن الإجماعة واقع وَالْأُمَّةَ لَقَتْهَا شَرْقًا وَغَرْبًا أَلْمُشَدْبِهَا أَجُورْدُي الْمُجَسِّمَةَ الْوَحَّابِيَةَ يُنْ قَتْهَا أَجُورُونَ إِقِدْهَا قال بعض المشبهة إذا قلت إن الله تعالى منزع عن الجهات الست وإنه ليس داخل العالم ولا خارجه فقد أخبرت عن عدمه هذا كثير من الوهابية يقولون لك لما تقول الله موجود بلا مكان بلا جهة ليس فوق ولا تحت ولا أمين ولا شمال وليس داخل العالم ولا خارجه يقولون أنت عرفت العدم أنت نفيت وجود الله حتى ابن تيمي بيقول هذا نفي لوجود الله فقال بعض أهل السنة لهذا أليس العالم لم يكن ثم خلقه الله ألم يكن العالم يعني لم يكن موجودا ثم خلقه الله فقال المشبه بلا فقال السنية فقبل خلق العالم لم يكن إلا داخل العالم ولا خارجه وهو بعد أن خلق العالم لم يتغير سبحانه فسكت المشبه فقال المشبه قبل ما كانت وجه يا الوحب الوحيب والمعضب الوحيب والبي، ما قاله ًا لادره لديه أخذ الله لا ما استعدني لا يكون هناك لا يسمى لديه اضافة لا تذهب لا يسمى بالتأسسنة لا تماماً إذاً ما السهل بعد ان لا يمر بالبعال انه قال انه قال انه من أحد داخل انه كان بعد وقت بعد وقت اموذر انه لم ينيه انه لن يمنع اخير قال انه من تعطيق انه صفات الله تغيير اغل انه تعتقيد أن الناس المخلوقات يغيير من الصفات الله يشيع أنقال الله هنا والمشابه الناس المسجرين ولماذا أقول لك تعتقد أنه يعتقد أنه يعتقد أنه يديد أنه يعتقد أنه يستطيع أنه يحدث أنه يفعلق الله يتم شئًا أنه يتعلق الله يشيّقه إلى كلнь challenges كان يعتقد أنه يتعلق الله ينزل أكثر أنه يعتقد أنه يعتقد المجرور وكذلك فعله يتعلق الله يختاره أكبر يتوقع أن يشغل ما أشغل التقديم لا يشغل وتسأل أسأل إذا لم يشغل التقديم إذن كان آذف الحج وكان المشبه يقول كلاما فقال له ولست أنت توافق معي أن خلق الله للمخلوقات لا يغير من صفات الله قال نعم أوافق خلق الله للمخلوقات لا يغير من صفات الله قال إذن أنت تعرف أن العرش مخلوق أن الله خلق العرش والله تعالى كان موجودا قبل خلق العرش فخلق الله للعرش لا يغير من صفات الله لا نقول بعدما خلق الله صار قاعدا صار جالسا قال ايه أنا فهم ما تقول لكن نحن الآن في الحج ولا جدالة ولا فسوق في الحج الجدال الذي يكون ليس فيه إحقاق حق ليس فيه إبطال باطل أما مناظرة في أمر ديني مهم سيما إذا كان يتعلق بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الاحتياج هذا ليس مذموما في الحج هذا مطلوب في الحج وبغير الحج هذا مطلوب قالوا قد جادلتنا فأكثر تجدالنا ايش كان عمي جادلون نوح كان عمي جادلون في العتقاد ما حيحكي معهم بالصلاة أو بالطارة في النامش مؤمنين قالوا قد جادلتنا فاكثر تجدالنا la communauté de نوه ils ont dit à نوه tu as débattu, tu as discuté tu as beaucoup débattu avec nous oui mais نوح il a débattu dans quelque chose au sujet de l'عقيدة parce qu'il ne va pas débattre avec des gens non croyants au sujet de la purification et la prière s'ils ne sont pas croyants Alors on débattre Dans l'عقيدة C'est une chose importante Et les prophètes ont fait ça قلت يعني Cheikh Samir Saib Al-Hashia قلت مقالة أهل السنة في نفي المكان والحيز والجهان الله مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا غيره يعني كان الله ولم يكن شيئا غيره كان موجودا ولم يكن معه شيئ ولا عرش ولا ماء ولا كورسي ولا سماء ولا أرض بعدما خلق الأعلى الله تعالى ما تغيره ما تغيره بصفاته وذاته Alors Cheikh Samir il a dit que la parole de l'Ahl-Sunnah والجمع qu'Allah تعالى n'est pas dans une place n'occupe pas un vide n'est pas dans une direction ça c'est une parole qui est déduite de la parole du prophète rapportée par Al-Bukhari Allah est de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui et il n'y avait rien avec lui il n'y avait rien avant lui parce qu'Allah existe et il n'y avait pas le monde et il n'y avait pas le trône il n'y avait pas la lumière il n'y avait pas les ténèbres il n'y avait pas les places et la direction alors il existe sans avoir besoin d'aucune créature et après la création des créatures Allah ne subit pas de changement le changement arrive aux créatures mais pas aux créateurs lorsque tu dis la place c'est autre que Dieu alors la place c'est autre que Dieu alors Allah existe et il n'y avait pas cet autre il n'y avait pas la place et il n'y avait pas le temps alors puisque ça a été dit dans le hadith Allahum antaf zahir il n'y a rien au-dessus de toi antaf batin il n'y a rien au-dessous de toi alors s'il n'y a rien au-dessus de lui et rien au-dessous de lui il est sans comment, sans place ma al'alham anna haza l'hadith antaf zahir la hou ma'anin okhra yani haza bardum khal zahir l'hadith haza huwa lakin af zahir aladhi kullu chayin yadullu ala wujudihi fa laissa f chez hum zahir kav zuhour illa بهذا المعنى ايش بمعنى كل شيء يدل على وجوده antaf batin الذي ahtajab عن الاوهام فلا تدركه فليس دونه شيء هذا من معاني الظاهر ومن معاني الباطن ولو أخذنا بالظاهر كما هؤلاء المجسمة يميلون الاخذ الاخذ بالظاهر قلنا إذن ليس فوق أو شيء وليس دونه شيء إذن بلا مكان في المكان والإتصال والإمفصال والاجتماع والإفتراق عن الله يدعال خلقون كثير مما شاهير والعلماء المذاهب الأربع فالتورا جانو سوما دكالام الشيخ عبد الله يقول الشيخ عبد الله a dit que des imams de parmi les 4 écoles dans le fuqh parce que les imams dans le fuqh avaient toujours l'اقيد mais ce ne sont pas tous les imams qui maîtrisent le sujet de le fuqh qui maîtrisent le sujet de l'اقيد il y en a parmi les imams de l'hadith ceux qui maîtrisent العقيدة millionaires d'autres kilomètres par العقيدة يعني بعض الفقهاء يكون متبحر بالفقه وعنده الأصول التي لا بد منها في العقيدة ما عنده تبحر في باب الاعتقاد فهذا يتكلم في الباب الذي يتقنه لا يتكلم في باب العقيدة لأنه ليس متقنا فيه ليس متوسعا إنما عنده الأصل ولو كان فقيه كبير بالفقه بعض الأئمة مثلا إمام في الحديث مثل ابن خزيمة إمام في الحديث قيل له إمام لأئمة لأن تلامذته كان وإما في الحديث أما في العقيدة ما عنده تبحر ليس ميدانه تكلم بعض الشيء في العقيدة فقال محظور قال أشياء خطيرة حتى الفخر الرازي يعني جرحه جرحا وطعن به طعنا بالغا بسبب أنه تكلم في العقيدة وهو أيضا هو ابن خزيمة نفسه قال الإنسان أنت أيش تعمل قال له كذا مثلا قال له نجار أو كذا قال له هل تتقن عمل الأحذية أو كذا قال له لا قال له إذن يعني أنت لا تتكلم بميدان غير ميدانك ويقول عن حاله أنا أيضا لماذا يلومونني أنا لا أتقن علم الكلام وعلم التوحيد إذا كنت لا تتقن علم الكلام وليش تتكلم فيه لماذا تتكلم فيه فتتكلم بما لا يصلح بما لا ينبغي الكاؤثاري رحمه الله بقول بعض أمات الحديث بعض روات الحديث أو بالعقيدة عند عقل طفل صغير il a dit الكاؤثاري ça arrive que des fois il y a des gens qui sont dans le حديث c'est des grandes محدث محدث au sujet de l'عقيدة il a la raison comme un enfant ils n'ont pas assez de maîtrise et comme vous connaissez très bien que celui qui qui travaille ingénieur dans la construction il ne faut pas qu'il parle dans la médecine et non plus celui dans la médecine ne parle pas au sujet de la construction et dans l'عقيدة dans le fuqh علم الاسلام kabira des fois ça arrive que certains imams ils maîtrisent 17 sortes de science comme l'imam subki l'imam subki est un imam 17 il a un imam il a l'angois il a un imam des imams qui ont vraiment un imam qui a un imam celui qui a la maîtrise de plusieurs sortes il parle de ces sortes mais celui qui ne maîtrise qu'un seul sujet alors il parle de son sujet si on lui pose ailleurs il dit c'est pas ma d'omaine tu ne rentres pas dans des choses que tu ne connais pas l'israélique saïdna muhammad on a posé la question à saïdna muhammad c'est quoi c'est quoi les pires des places sur terre il a dit je ne sais pas je demande à jibri il a demandé à dieu il lui a dit les pires des places sur cette terre c'est les souks c'est les marchés et les meilleures places c'est les mosquées قال الشيخ سامير أقول قال الإمام أبو حنيفة في الواصية وليقاء الله تعالى لأهل الجنة حقون بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة لما قال ولا جهة هذا معناه إيش ونزيل الله عن الاتصال والانفصال والمكان alors parmi les textes il y a la parole de l'إمام أبو حنيفة رضي الله عنه et cet إمام a dit dans son livre الواصية que lorsque les gens du paradis voient الله, ils le voient sans comment, sans ressemblance et sans direction لقاء أهل الجنة لله وليقاء الله أهل الجنة معنا يرؤيتهم لله sans comment, sans ressemblance et sans direction lorsque tu dis sans direction et sans comment ça veut dire أبو حنيفة exemple Dieu عز وجل d'être dans une place ou d'être dans une direction ou d'être en contact avec le monde ou d'être séparé قال الإمام الماتوردي في التوحيد له كتاب التوحيد للماتوردي الله سبحانهو كان ولا مكان كان ولا مكان alors الماتوردي il a dit dans son livre التوحيد الله أهل الجنة والتوحيد ما هو هذا كلام سيدنا علي أيضا كلام ساعدنا علي أيضا أيش أيضا يعني مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان كان الله ولا مكان الله وقال إن المؤمنين يرون الله في الآخرة بلا كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك ومماس ومواين وخارج وداخل ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك تعاليه أي تنزهه شوف إلى أي حد ذهب في التنزيه الإمام الماتوريدي اللي هو أحد عظماء هذه الأمة المتبحرين في علم العقيدة المرجع من مراجع أئمة الإسلام العظام في باب العقيدة يهم الماتوريديك في التنزيه ومم اشعري جديد المماتوريديك في سنوتي وتقلقى ولكن في قبل غير إصلاح المتوريديك في عقيدة أنشعري كان بالبغداد في الأغطأ إصلاح أحداء قبل قبل أعقيدة هكذا هناك تحيطية بعض الأخرى في الحصول وsix المماتوريدي يقولح . الأصال الله سنحن نحن على أنه لماذا؟ . الأصال الله سنحن من أساسها . فهي يرجع الإنسان إذا لم يتوقع المنزل فهي ألم يمكن أن يتوقف وليس أشمع على حيث أو شراب أو شراب أو شديم أو شراب أيضا أو ما يتوقع لا يتوقع إليه إليه أو لا يتوقع إليه ألم يستخف quelque chose sans toucher on ne dit pas qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur et ce n'est pas dans un sens qui peut arriver à l'imagination et on est encore dans ce n'est pas quelque chose qu'on peut arriver à l'avoir par la raison c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner une quantité et volume par la raison il a dit parce que Allah est exempt de tout cela يعني الله منزه عن كل ما ذكرنا من الاتصال والانفصال والطول والقصر والبعد والقرب بالمسافة والدخول والخروج والمباشرة والتباين والقعود والاتكاء والتصور بالوهم أو أن يكون محدوداً بحد وذهب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إلى إحالة القول بأنه تعالى في مكانين دون مكان أو في كل مكان على كل وجه يعني لا يقال الله في مكانين ما دون مكان آخر ولا يقال في كل مكانين الإمام الأشعري a dit qu'on n'a pas le droit de dire qu'Allah il est dans une place bien spécifique par rapport à notre et on n'a pas le fait de dire qu'il est dans toutes les places لا يجوز أن يقال في مكان ما لأن الوهبية يقولون ليس في كل مكان يقولون الوهبية الله ليس في كل مكان وكأن بعضهم يظعمون أننا أهل السنة نقول هذا نحن لا نقول هذا نحن لا نقول الله في كل مكان فهم يقولون إذن إذا لم يكن في مكان لابد أن يكون في مكان ما فهم قالوا ابن تيمي بيقول كل واحد أعلم بمكانه سبحانه وحده من الجهمية يقول هو فوق العرش يقول فوق العرش مرة يقول إيش باين مرة يقول فوق العالب على يقول جالس و لا يثقل و يملأ العرش و مرة يقول يفضل منهم أكان يجلس بقربة محمد إليس في الترون إليس في الترونة إليس في الوصول إليس مختلفة إليس في الترونة هذا المجسم الذي يقول هذا وابن تيمية منهم ونقل كلام الأشعري ابن فورك في المجرد ويدل عليه كلام الإمام في اللماء يعني هذا الكلام ذكره الأشعري في اللماء وابن فورك ذكره في مجرد مقالات الأشعري وقال الحافظ أو بكر الإسماعيلي هذا من أئمة الحديث الكبار يقول في اعتقاد أهل الحديث له ولا يعتقاد أهل الحديث والجوارح ولا التول ولا العرض ولا الغلظ والدقة ونحوذ هذا ونحوذ هذا مما يكون مثلو في الخلق فإنه لا يساكا مثلي شيء أو بكر alors j'ai dit الحافظ أو بكر الإسماعيلي c'est un grand imam c'est un grand imam parmi les imams de l'hadith et il a dit dans son livre la croyance des imams de l'hadith qu'Allah تعالى il a dit il ne faut pas qu'on croit qu'il a des membres ou qu'il a des petits organes et on ne lui attribue pas la taille grandeur ou largeur ou épais ou fine et il a dit tout cela ça peut être dans les créatures mais pas pour Allah qui est c'est un grand imam de cette communauté Abu Ishaq Shirazi l'auteur du livre Al-Tambi l'auteur du livre Al-Muhazab l'auteur du livre Al-Luma' في الوسول et il a dit au sujet il est de toute éternité il n'y avait pas de place et maintenant il existe sans place et j'ai dit cet imam là c'est parmi les grands imams de cette communauté il est chafi'i par l'école et il est un grand assad Zahid 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 وفقير فقير فقير كان يدخل مرة أرسله السلطان في مهم هو هو imam آخر Al-Ghazali كان كل مرة يدخل في القرية يعني إما المفتي أو القاضي من تلاميذتي il a été envoyé par une mission lui et l'imam Al-Ghazali à chaque fois qu'il rentre dans une ville il trouve que le juge soit le mufti voilà c'est parmi ses élèves وَهُوَا وَهُوَا مِنَ الْفُقَرَاءُ وَقَالْ لَيَا جُوزُ عَلَى رَبِّ التَّغَيُّرْ مِنْ حَالٍ إِلَا حَالٍ وَلَا لَنْتِقَالُ مَكَانٍ إِلَا مَكَانٍ il a dit Shirazi et c'est pas possible selon la raison qu'Allah Ta'ala change d'un état à un autre ni le déplacement d'un lieu à un autre وَقَالْ لأن الجسم هو المؤلف وَالْجَوْهَرْ لَا يَخْلُوْ مِنَ الْعَرَادُ كَالْلَوْنُ وَالْحَرَكَةُ وَالْسُكُونَ وَالْعَرَادُ مُحْدَثُ وَمَا لَيَا نَفَكُمْ نُنْ مُحْدَثَ وَوْمُحْدَثُ دُلْ عَلَا أَنْوَاذَا لِمَامَ عندهو فَهِمْ بِالْعَقِيدَ Cet imam-là il a dit Allah n'est pas un corps ni un élément particulier parce que le corps est celui qui est composé de plusieurs jauhars le corps est composé de plusieurs jauhars et l'élément particulier il est soit il est toujours avec la couleur les caractéristiques la couleur, le mouvement, l'immobilité et il a dit le mouvement, la couleur, l'immobilité c'est une chose créée c'est une chose contingente et le jauhars et le corps ne sont jamais sans les caractéristiques créées Allah n'est pas créée c'est pour cela il a dit Allah est exempt d'être corps et est exempt d'être caractéristique قاله في الإشارة إلى مذهبي أهل الحق il a lit un livre الإشارة إلى مذهبي أهل الحق dans ce livre وَقَالَ الْإِمَامَ الْبَيْهَاقِ فِي الْإِعْتِقَادِ الْبَيْهَاقِ له كُتُوب كَثِيرا في الْحَقِ إذا منها الْإِعْتِقَاد وَالْهِدَا وَقَالَ الْإِعْتِقَادِ في كِتَابِ الْإِعْتِقَادِ يقول وَإِنَّ الْمَجِئَا وَلَيْسَ بِحَرَكَةِ وَجَاءَ رَبُّكَ إِلَا دِي سَيْتَابِ مُوْمَنْ وَنُزُولُهُ وَإِنَّا نُزُولَهُ وَلَيْسَ بِجِسْمُ يعني نَنْدِي بَا كِيُلْ سُدِبْلَسِ أو كِيُلْ دِسَنْ كَمْ تُدِي بُورْ أَنْكَارِ إِنَّمَا بعضهم قال نُزُول رحمة لا نُزُول أما المجسم يقول لك ينزل بذاته حتى تتوهم أنه انتقال من مكان إلى مكان مشبهة ابن تيمية وابن القيم وكذا يقولون ينزل بذاته الكوثري قبل الكوثري يقول السبكي السبكي لما يرد الإمام السبكي على ابن القيم هو يقول يَذُمْ الْعُلَمَاء وَيَقُلُ نَحْنُ نَحْنُ نَكُول مَا قَالَ اللَّهُ وَيَقُلْ نَكُول مَا قَالَ اللَّهُ وَيَقَلْ يَنزل بذاته وَيَسْتَوَ عَلْ عَرْش بذاته مِنْ جُمْلَة مَا قَال ابن القيم dans son livre النونية c'est des vers de poésie il insulte الهُسُولة والجماعة et il a dit ces gens-là ils prennent ils prennent les paroles de Fir empresa de Hamman des philosophes et lui il a dit nous on se limite au Bonus et il dit et il a dit يَنزل بذاته يَسْتَوَ عَلْ بذاته il a dit comme ça فَقَالَ السُبْكِ انظر هذا المَلْعُون regarde cet homme moudi il insulte les grands imams de الهُسُنَّة والجماعة et à l'now il a dit يَقْزِبُ عَلَ اللَّهُ il ment sur dieue et son Messèrent اَيْنَ قَالَ اللَّهُ ينزل بذاته اين قال الله استوى بذاته اين قال الرسول ينزل بذاته قال هذا يكذب على الله الانEs في استوى على العرش في القرآن وفي بن نزول ينزل ما قال بذاته فقال هو السكي يكذب على الله ورسوله قال الكوثري بالتعليق على كتاب السيف السقيل في الرد على ابن زفيل في التعليق ماذا يقول الكوثري يقول تأمل كلام السبكي يكذب على الله ورسوله قال نحن في علم الحديث إذا ثبت الكذب مرة واحدة عن إمام كذب عليه خلص هذا إنسان كذب مجروح لا يأخذ بروايته فأكف مني pop إذب على الله وسرسوله كوفري يقول قال cousهر إن سيكون في ح дня قال Kalau correspond было عندما يمنere سبكي وَس generي وهو سماع اصر في الهدى ذلك السوق سوراء Trip بار متبحر في العلوم مشتهد مشتهد قال البيهقي وان مجيءه ليس بحركة وان نزوله ليس بجسم وان نفسه ليس بجسم وان وجهه ليس بصورة عندما أقول الله تعالى مجيء في القرآن السجرة لا يؤلمون شيئا ولا أعلا لونه لنفسه لا يقول الله يعلم sins بإمكانه عندما أقول البيه في الواجه ليس بأطفال الواجه ليس بأطفال الواجه والأم لا يقول له عندما أقول البيه ليس بجريح لذلك مجيء يرتين وأن يعيناه ليس بحركة والعين في القرآن أيضًا ليس كذلك هذا ما قال الإمام البايحقي فيه في القرآن وهو كذلك كذلك يعني البايحقي إن هؤلاء يقولون نحن متبع على الحدث هذا إمام إمام عند المحادثين ليس يعني محادث عادة البايحقي له كتب في الحدث لم يسبق إلى مثلها هناك في الحدث أعتقد أن الإمام لم يفعل شيئًا من يفعل كتب مثل كتب دلائل النبوة أو شعب الإيمان أو السنن الكبرى شيء عظيم جدًا السنن الكبرى والسنن الصغرى للبايحقي كتب عظيم من يفعل ما يوازيها ما يشبهها إنه كتب أمام والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلم بالبحث يؤمن